يموت أبناؤها مجددا تعود المشاورات إلى نقطة البداية وبعدما يقارب شهرين من انطلاقها عاد وفد الميليشيا للحديث حول المؤسسة الرئاسية الأمر الذي من شأنه توسيع الهوة مع الوفد الحكومي الذي عاد إلى المشاورات بشرط عدم الخوض في شرعية الرئيس هادي الناطق الرسمي للحوثيين نشر بيانا أكد أن أي حل لا يشمل وقفا دائما لعمليات التحالف والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة ولجنة عسكرية لن يمثل حلا مستساغا لوفدهم يأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن أن هناك إجماعا بين وفدي المشاورات على موضوعات محورية في المقابل لا يزال وفد الحكومة ينظر إلى التعنت الواضح لوفد الميليشيا كمؤشر آخر لإفشال المشاورات والتملص من مرجعيات وأسس الحوار المعلنة وكان قد قدم رؤية للملف الأمني تمثلت في انسحاب الميليشيا من أربع محافظات لكن هذه الرؤية قوبلت بالرفض من الطرف الآخر وتصلب موقفهم على وجود حكومة توافقية يشاركون فيها تتولى الملف الأمني وتتسلم السلاح الثقيل وبين هذا التفاؤل الأممي وتعنت الميليشيا يرجح مراقبون أن أفق الحل السياسي باتت أضيق مما هي عليه إذ لا يزال الانسداد يهيمن على المشاورات ولا تزال الطرق المؤدية إلى السلام معتمة ويصعب أن تغدو سالكة في القريب